يا الله حاليا السلام عليكم السلام ورحمة الله حياك الله سماح السيد حيدر المسوي يا الله صلى على محمد وآل محمد اللهم صلى على محمد وآل محمد معكم السيد حيدر المسوي حياكم الله حياك الله أحببنا نستفيد منك في أمر إن كان وقتكم يسمح حضر الله هل كان أهل البيت سلام الله عليهم يحلون زواج المتعة نعم جميل من هم أبناء الآئمة من المتعة بلاش ده من من الآئمة تزوج متعة تزوج متعة ايه ما لك كلهم كل الآئمة تزوج متعة يعني الإمام المهدي متزوج متعة الآن نعم نعم طب سبحت سيد حيدر بالله عليك هل أنت تتزوجت متعة ايه زوج متعة ايه كم مرة نعم كم مرة ثلاث مرات ثلاث مرات اه طيب لان ادي إيمان بيه عندي إيمان عندي عقيدة بيه هل كنت بتروح بيتها ولا بتتمتع بيها بره البيت يعني في مكان آخر في بيوتهن يعني طلب في بيوتهن نعم هل أمك تزوجت متعة انا آسف آسف سيدر وانت شو لك يعني بهالسؤال هذا شنو أسأل بس أمك أمك مارست زواج المتعة طب أمك مارسته قمر زواج المتعة هو اللي من تتزوجه لا ما سألتك شي مين أول من تتزوجه لا بقولك هل أمك تزوجت متعة هو اللي من تتزوجه يا برضو خلاص ما نتجاوبش على دي هل إخواتك إخواتك مارسوا زواج المتعة سلام الله على الأهل محمد إخواتك تتزوجوا زواج متعة إذا كان بالضرورة أسمح إذا كان إيش إذا كان بالضرورة أسمح أي أنه طب إخواتك مارسته زواج المتعة بالضرورة أو من غير ضرورة إذا كان استوجب الوقت معاه لدي المعطول أو أهل البيت طب إخواتك إما مارسته مارسته المتعة مارسته في البيت ihnen عندك ولا كانوا خارج البيت يعني يعني لو واحد قال للأختك كان عايزة تجوزت متعة أو واحد عايز ياخد أختك متعة بتودهلوا البيت عنده ولا هما بيجوا البيت عندك يتمتعوا بإخوتك حسب الظوابط حسب الظوابط اللي موجودة عندنا طب لو في حال توصيل لو أنت اللي بتوصل بتاخد حاجة من المهر ولا بتدهولهم كده وخلاص هي أختك اللي بتاخد المهر يعني أنت بتبتغي الأجر من الله ولا لو وصلتوا بتاخد حاجة منه حقها هذا حقها لا أسألك حقها يعني واحد جاء قال لك أنا عايزة تمتع بختك فأنت عملت توصيل فخدتها ووصلتها التوصيل دي بتاخد عليه أجر ولا أنت بتبتغي الأجر من الله ولا بتاخد أجر من المهر لا لا حقها 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 وأجر عليها للبيت حقها إلها وأجر علي الله وعلى البيت يعني أنت يا سيد حيدر ممكن إخواتك وبنات إخواتك وعماتك وخلاتك نعم ممكن نعم ممكن سيد حيدر مسوي أنا اسمي رامي عيسى وأنت الآن في مكالمة فيديو بيجتمع لك الآن في بث مباشر في القناة الألاف فتسمح لي أعرض هذه المكالمة ولا لا تسمح لي ما لك يا سيد حيدر نعم هل تسمح لي أن نعرض هذه المكالمة للناس على الملأ الآن في البث مباشر أم لا تسمح لي وإنت شنو يعني اللي يخليك يعني شنو إي وإي شنو إي شنو إي شنو إي شنو إي شنو إليه إي شنو إي شنو إي لي ما أنت كنت عامل زي القطر دلوقت كنت عامل زي الكتار زي الساروخ أيوة حك أختي حك أمي حك قلتي وتوصل ورايح جاي وايه يا عم اللي تغيرت ليه؟ انا بقول لك هل انا في حل ان نرفع هذي المكالمة فيديو للناس؟ اذا اعكمت بالسخرية وتستهزئ ديها؟ لا مش بالسخرية وبستهزئ انا بقى ظاهر دين حقيقي دين الشيعة كده والسيد حيدر موسوي يعتقده بذلك وها اعرضها فيديو فهل انت تقبل لنا اعرضها فيديو؟ اسمحلي اسمحلي انا اهل البيت هم قروها وما استحوا من عيدها وهي شغلة شرعية يعني شرعية فهنا بس اللي انت قلت دلوقتي ان انت تمتعت ثلاث مرات وخلي مراتك تسمع المكالمة دي الان انك تمتعت ثلاث مرات وترضى ذلك لاخواتك وبناتك وامك لو كانت عايشة فهل تقبل لنا ننشر هذه المكالمة؟ نعم 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 أنشر هذه المكالمة ام انا لست في حل؟ لا ليس في حل انت مالخلق ليه ليس في حل يا سمحت السيد انت اصلا في بث مباشر كل كلمة سمعها الالاف صلي على محمد وقال محمد انت ماخذ الموضوع من جانب العدوة لا مش من جانب العدوة من جانب ان انا احفظ نساء الشيعة من جانب اني ورب الكعبة احب لنساء الشيعة الخير اكثر منك ولا ارضى لنساء الشيعة هذا السوق ولا ارضى لاختك انا اخاف على اختك اكثر منك واخاف على ابنتك اكثر منك واخاف على امك اكثر منك عدوة ايه بألوة ايه يا عم بس يا سمحت السيد حيدر المسوي وانا ما اسميش السيد حيدر المسوي على فكرة انا اسم رامي عيسى وسني وكنا عاملين المكالمة دية علشان نبين للشيعة الحقيقة اللي بيستمع اليك الان الالاف لست في حل ايه بس يا عم انت فانا في حل يا عم لازم ابين للشيعة احنا عدنا عقيدة احنا عدنا عقيدة بهاي القضية اعوذ بالك فيك في ان الكل عرف ان عقيداتكم هي في هذه القضية هكذا انكم تقبلون على نسائكم وعلى بناتكم وتقبلون الرجل يقابل المرعة ويتمتع بها نصف ساعة ولا ساعة ايه يا عم وانت رايح مود واجبت كنتاكي ايه يا سمحت السيد وتوصلها وايه ايه الكلام ده بس سمحت السيد ايه بكلام ده وقلتلك هل احد من اهل البيت تزوج متعة قلتلي دعم كلهم ولابد ان الحوذة يردون على هذا الكلام لان الحوذة لا تقول ان الائمة تزوجه متعة كيف انت تقول ذلك يا سمحت السيد توب الى الله انا نصيحة لك في اخر المقالمة توب الى الله شكرا لك يا سمحت سيد حيدر المسوي توب الى الله توب الى الله انا عارف انت مش هتنامل للاد انا عارف ان تكون للا صعبة عليك بس لعل الله ارسلني لك عشان افوقك افا سكر خط وهرب ايه والله سكر خط وهرب مش هيعرف يرد يا عم توب الى الله من هذه العقيدة القذرة بقى اعوذ بالله والله يا ابو لهب وابو جهل اللي كانوا لا يقبلون الدياثة هذه على نسائهم مشركه قريش كانوا لا يقبلون هذه الدياثة على نسائهم كيف تقبلون وهؤلاء السادة اللي بتجلسوا تحت اقدامهم السادة الذين تقبلون منهم هذه الديانة كان معكم سيد الشيعة حيدر المسوي مشان حيدر المسوي لا هو سيد الشيعة حيدر المسوي ايها الحبيب عشان تدعمنا والقنامة افشي تسوي اعجاب وشارك الفيديو في اكثر من جروب ولا تنسى تفعيل الجرس كي يصلك كل ما هو جديد اشتركوا في القناة